تعال اخدك على العالمين الجديدة والأخبار الحلوة لازم تجيب أخبار حلوة يعني نتكلم عن الخبر بتاع التعدين ونتكلمش عن الخبر بتاع واحدة من أفضل وأكبر وأهم الوجهات الاستثمارية والسياحية الموجودة في المتوسط ازاي يعني مهرجان العالمين الجديدة وتحت شعار العالم عالمين بصراحة عندهم حقنا كل يوم كل يوم بيعدي في مهرجان العالمين واللي بدأ يوم 13 يوليو بيخليك فعلا تتأكد من انه الشعار صح تانت وامتالت تعال نشوف الفعاليات الاستثنائية وفي هذا الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط معنا على التليفون زميلي العزيز رامي محمد مراسل التليفزيون المصري من العالمين الجديدة ازاك يا رامي ازاك يا يوسف مساء الخير على كل متابعينك حبيبي مساء الفل عليك ونص كم والوان وعملين شغل عالي قول لي اخبار العالمين ايه العالمين الجميلة ولسه اجواء الساحرة والاجواء الممتعة ما بين الشواطئ العالمين الفعاليات والانشطة الموجودة على مدار الايام الخاصة بمهرجان العالم وكمان مبارح كان تحت شعار على اجمل شواطئ العالم اول حفلات النجوم للفنان تامر حسني اللي عمل حالة من الزخم حالة من الحضور الكبير حالة من الحشود اللي كانت جاية بتأسيم الحفلة لاربع فئات من انواع التذاكر المختلفة سواء الاسر والعائلات والشباب وايضا كان حضور وعدد من الاسر والعائلات الكبيرة اللي كانت موجودة لو بنتكلم كمان عن الحالة الكبيرة اللي انعكست على شواطئ العالمين بالنهار كان عندي جولة النهار ده في عدد من الشواطئ وكمان جولة بالليل في ممشى العالمين الحالة دي اللي من بارح والنهار ده مستمرة سواء من حفل تامر حسني اللي خلى مجموعة كبيرة من الشباب خاصة مع نهاية الاسبوع العطلات الرسمية مع نهاية الاسبوع بتخلي الاعداد بتزيد من الحاضرين هنا للمدينة العالمين والفعالات الكبيرة وكلمني بقى اكتر على الفاير ووركس يا رامي لانه يعني الناس كلها بتتكلم على الفاير ووركس بتاعت حفل التامر حسني انها كانت حاجة عالمية عالمية بالمعنى الحرف يعني بالفعل هي عالمية وكان فيه كمان حديث بينيو بين عدد من الجمهور بعد انتهاء الحفل الحفل استمر حتى الساعات الصباح الاولى كان موجود الالعاب النارية بشكل كبير جدا وكان فيه مشاركة كمان من دول اخرى من الفنانين كانوا موجودين وكمان كان فيه فرق بتشارك تامر في كل اغنية من الاغاني وكل مقطع من المقاطع كان فيه فرقة بتشارك معه مع عدد من كمان الاضواة كان فيه ابهار بحالة الاضواة الموجودة كمان الساوند سيستم كان موجود كان قوي جدا كمان هنا في العالمين اتاحوا فرصة لمن لم يحضر الحفلة ان يكون في الخارج فيه شاشات كانت موجودة في الممشا شاشات كانت موجودة في مكان المول بحفل تامر حسني. الأجواء اللي كانت خاصة بالألعاب النارية كانت في أغلب مناطق العالمين ممكن تشوفها. يعني الموقع الحفلة نفسه كان في العالمين قرينا. وفي كل مكان موجود في العالمين ممكن تشوف الألعاب النارية الخاصة بالحفل تامر حسني موجودة فيه وكان مؤسرة بشكل كبير جدا مع كمان العروض الخاصة بالإضاءة مع وجود فرق موجودة في كل مقطع من مقاطع الأغاني. كانوا بيشاركوا الفنان في المقاطع دي كانت في حالة مختلفة من خلال حفل فنان تابر حسن وكان هو أول الحفلات الخاصة بالنجوم في مهرجان العالم عالمين كمان في بعض الأنشطة مستمرة من يومين لحد النهاردة هي عروض لطائرات الارسي عروض جوية للطائرات ممكن تشوفها من كل مباني العالمين والأبراج تحديدا كمان العلامات المهمة لمدينة العالمين الجديدة كمان في القفز بالمظلات في مدينة العالمين من أول مبارح لحد النهاردة كل يوم موجود ده وعمل حالة من الابهارة عند الحضرين سواء من المصريين وغير المصريين الأنشطة مستمرة بشكل كبير جدا وكمان الشواطئ العالمين بتستعيد بشكل كبير لوجود بطولات الفترة الجاية جانب الرياضي يعني شفنا الجانب الموسيقي وشفنا كمان العروض الجوية الجانب الرياضي حاضر بقوة كمان خلال الأيام المقبلة بنتكلم عن بطولة رياضة البدل هتكون موجودة بشكل كبير كمان كرة الشاطئية هتكون موجودة فالشواطة بتستعد بشكل كبير لده لا دي حاجة عظمة جدا يعني انت وانت بتتكلم عملين بنعرض جانب من الفايروركس اللي معمولة والتامر وهو طير في الهوى وحاجة يعني ماقولكش أنا بشكرك جدا 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 صحيح حاجة يعني محترمة يا بختك عام رامي كل الشكر لزميل عزيز رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة يمكن احنا كنا بنعرض على حضراتكم ولازلنا بالمناسبة بنعرض اللي بيجرى في العالمين والحفلة بتاعت مبارح مش الناس كلها اتكلمت عنها يعني انا اعتقد انه دي كانت الحديث الدائم في مصر وبرى مصر مما لا شك فيه تامر سوبر دوبر ميجا ستار ده محدش يقدر يختلف عليه عنده شهرته المصرية والعربية وانا اظن انتمت بالمناسبة من زمان بيعمل دويتوهات وبيفيتشر مع نجوم عالميين وما الى ذلك